حياكم الله ومثل ما تعرفون دائما خبز ريف هذا الخبز اللي احنا نعتمد عليه تقريبا في كل وجباتنا هذه المرة الخبز يا ينة لكن خلوني أخبركم المصنع صار إماراتي فإذن هذا المنتوج وهذا البوكس صار صناعة إماراتية بالكامل خلونا نشوف مع بعض شنو أنواع الخبز اللي يسوونها في المصنع الإماراتي عندنا خبز عالي الألياف وهذا الخبز تقريبون تحتفظون فيه في الفريزر ستة أشهر وبس تطلعونه برع دقيقة بيكون جاهز للأكل كأنه قاضج الخبز اللي عندهم مناسب حق اللي يسوون رجيم مناسب للسكر مناسب للناس اللي عندهم آلام في المعدة والقلون وهذا خبز الشوفان اللذيذ اللي أنا وايد أحبه واعتمد عني وأيضاً عندهم من المصنع الإماراتي خبز الشغير خبز الشغير بعد وايد مفيد ومليء بالفيتامينات والألياف آخر نوع من الأنواع المنتوج من المصنع الإماراتي خبز بذور الكتان ومثل ما قلت لكم كلهم عالين بالألياف ومخبوضين ينخبزون يومياً في المصنع ويتوردون بإمكانكم تتواصلون معاهم وتشوفون نوع الخبز اللي تبونه فخورين بأن هذا المصنع صار الحين مدود في الإمارات وملكم مخابز ريف أرقامهم وعلاويهم